السلام عليكم يا شباب أهلا وسهلا فيكم بهذا الفيديو طبعا في هذا الفيديو سنتحدث عن كرة القدم في ألمانيا إن شاء الله يكون الفيديو واضح والصورة واضح والصوت واضح لأنه عم صور الفيديو وبدون أي تجهيزات وبدون أي مقدمات نهيا فعم بحكي تجربتي أنه كيف عم بلعب بفريق ألمانيا وكيف هنا كرة القدم في ألمانيا فكثير عالم ولعبين كرة قدم عرب حابين يلعبوا في ألمانيا يا شباب طبعا هون في ألمانيا يعني في أندية كثيرة في 25 ألف نادي كلياتهم يعني أندية يعني يعني درجات بس كلها أندية يعني كويسة يعني أصغر نادي أحسن من أندية كثيرة عربية بالنسبة للمدربين بالنسبة لإهتمامهم بهذا المجال يهتموا كثير في كرة القدم فإذا كان عندك موهبة وأنت مصر أنك تلعب وتصبر وتنافس أكيد رح تحصل نتيجة أنك تطور من نفسك وأنك تستمر في التمارين وتستمر لحتى يعني يصير يثق فيك في الملعب طبعا إذا كنت بألمانيا وحبت تسجل بالنادي فأنت يعني مستحيل بأي منطقة رح تكون فيها رح يكون في نادي قريب منك رح تتواصل مع النادي عن طريق الإيميل يعني تشوف النادي الغريب منك على الفيس تتواصل معهم أو تشوف أنت على الخريطة الجوجل تنزل الخريطة وين في نادي غريب ملعب تكبس عليه طلع لك معلومات النادي طلع لك كيف تواصل معهم الإيميل طبعا مباشرة هنا على الإيميل بس تبعط لهم رسالة بيردوا عليك مباشرة أنا كثير لما جيت تواصل مع التقريب النادي مع المدرب تبع النادي واتواصل معهم وقلهم أنا لعب كرة قدم وكذا وكذا وطبعا ترجب من تأكيد يعني ما رح تكون إذا ما كنت تعرف لغة وإذا كنت تعرف لغة منيحة يعني كويس كثير وتبعثهم من وين لعب كرة قدم وحب اللعب معكم وكذا وكذا فرح يقول لك المدرب أنت وين ساكن ويأخذ معلومات عنك وعمرك ومن وين وهل كلام هذا وانت تعطي التفاصيل ويقول لك مثلا تعال اليوم كذا عدنا تمرين هما حسب الأيام التمرين ممكن يوم خميس ممكن يوم ثاثة ألا إلى أخير المهم أنت بتروح تجهز حالك تلبس الشورت تي شرت الباطل وتروح تفريق وتتمرن وهنا نهائيا ما في عنصرية لحد لا ما وجهت عنصرية بكرة القدم طبعا بغير شي ممكن شي بسيط وتروح تتمرن مع الفريق وهنا راح يشجعوك انك مارس يعني اللعب بشكل مريح يعني ما يخلوك تحت ضغط أو يحسسوك انك غريب عنهم لا تحس انك من الفريق وصار لك زمان معهم يحيمزه معك ويحكو كذا وتكون أجواء حلوة بالفريق طبعا هاي يعني التغريب عن اكثر من ثلاث عندي يعني لعبت معهم نفس العملية كله نطيفين وجدا يعني همشي من تكون مرتاح نفسيا ومع الفريق ومع المدرب فانت راح تقدم شي أفضل اما اذا كان في مثلا يعني حساسية بينتكم ما راح تقدم شي وراح يعني ما ترتاح بالفريق ولا باللعب ولا بشي طبعا اذا كنت ماناك بالمانيا انت فاذا جيت على المانيا فالامر يعني جدا سهل انك تلعب بنادي بسيط جدا مجرد ما تكون بأي مدينة فيك تشارك بنادي مثل ما قلت لكم تواصل مع الفريق ومع المدرب وتقول له مثلا انت عمرك وكذا ويقول لك تعال على التمرين ديريكت وطريقة انك تجي على المانيا هي الاصعب عما اللعب في النادي سهل جدا يعني فيك تلعب اي نادي وعم صور فيديوتي الشباب بدون تجهيزات وبدون اي تحضير مسبق يعني حبيت اني اوصل لو فكرة بسيطة عن الموضوع ان شاء الله يعني يكون يعني يعني لو شي مفيد يعني لو لو شجعكم انه عن اللعب يعني لو ما كنت فايتكم بشي كثير بس انه يعني حاول وصل فكرة لو بسيطة وحاول قدم فيديوهات يعني افخم واحسن من هاي معلومات اكثر لانه هاي الفيديو عم بحكي تجربتي كيف لعبت مع فريق وصالي شهرين طبعا مقاطعا اللعب بسبب الظروف اني نقلت عن مكان لمكان ولا اخره لكن راح ارجع ان شاء الله بقوة واذا تحبون نزلكم فيديوهات كثيرة مثل الموضوع هذا يعني ادعمونا بهذا الفيديو طبعا هذا اول فيديو راح يكون على القناة ومحتاج دعمكم فيه يعني انا متأكد انه ما راح يجيب مشاهدات لانه وسع القناة مي معروف نهائيين بس اذا جاب مشاهدات لو لو مشاهدتين او عشر مشاهدات اتمنى الكل حط لايكات مشان اشجع ونزل فيديوهات اكثر ورح اوعدكم راح نزل شي اقوى راح ادلكم على الطريق الصحيح كيف تحترفوا كرة القدم في المانيا ورح يعني ارود على الكل واجيب الكل على اسئلتهم وما راح اقصر مع حدا ان شاء الله ما تقصروا معي باللاك والتعليق والى اللقاء